نرجع للعالم فراضي العالم فراضي في يوم من الأيام قال إيه؟ قال زي ما الالكتريسيتي بريديوس ماجنيتك فيلد سأل نفسه سؤال هل ممكن الماجنيت بريديوس إلكتريسيتي؟ بدأ يسأل كده دخل اللاب وبدأ يعمل ويلعب بقى أبدأ يعمل إكسبرمينتس كتير قوي لحد ما اكتشف أنه فعلا ممكن يبقى عندي ماجنيتك فيلد واستخدم الماجنيتك فيلد ده إنه هو يولد لي إلكتريسيتي وبالفعل وهو ده شغلنا في تشابتر ثري إنه يبقى عندي ماجنيتك فيلد كان بريديوس إلكتريسيتي وسمى الظاهرة دي إلكترو ماجنيتك إندكشن وهو ده اللي هندرسه في تشابتر ثري في تشابتر ثري هندرس قوانين فراضي والإكسبرمينتس اللي عملها فراضي ويا ترى وصل لإيه؟ يلا بينا رحلتنا فأول حاجة عندنا اللي هو الإلكترو ماجنيتك إندكشن أول إكسبرمينت عملها فراضي اللي انت شايفها دي انت شايف إيه؟ أنا شايف كويل كونيكتد تو جالفانوميتر وطبعا الجالفانوميتر عند الزيرو يبقى الجالفانوميتر بيقرى زيرو طب ليه ليه بيقرى زيرو؟ لو بصيت في الصورة كويس هتلاقي زرزنو باتاري وسينسي زرزنو باتاري يبقى أكيد مفيش إلكتريسيتي ماشية بالسيركت وبالتالي شور طبعا الجالفانوميتر عند الزيرو طيب بصي كده على يمين الصورة هتلاقي في ماجنيت السؤال دي الوقتي هل يطرى الكومبزيشنس دي؟ هل يطرى الكويل اللي متوصل بجالفانو والماجنيت اللي جنبه؟ هل يطرى بدون ما يبقى عندي باتاري؟ هل ممكن أعمل بروديوسينج للإلكتريسيتي؟ هو ده اللي هنجاوبه في خلال الحلقة بتاعت النهار دي الماجنيت وهو أتريسيتي والكويل وهو أتريسيتي يعني مفيش ريراتف موشن بينهم فبالتالي أكيد يبقى مفيش إلكتريسيتي وبالتالي الجالفانو يبقى قد زيرو اسكيل طيب بص الصورة التانية الصورة التانية أنا عملت إيه؟ بدأت أمسك الماجنيت وبدأت أعمله أبروتشينج للكويل طيب أتزا مومنت أو أبروتشينج زا ماجنيت توزا كويل وات ويل هابن؟ هتلاقي على طول الجالفانو بوينتر هيبقى يتخرك على السكيل إنديكيتينج إلكتريسيتي واو يبقى أنت هنا بص كده هل في باتري موجودة في السيركيت؟ الإجابة لأ طب الإلكتريسيتي جات منين؟ جات من تأثير الماجنيت على الكويل وهو ده بقى الماجيك الجديد عندنا النهار ده في الفيزيكس إن أنا ممكن يبقى عندي ماجنيت وكويل كونكتد تو جالفانو ميتر ويزاوة بريزنس أو باتري بريدوسينج إلكتريسيتي إزاي؟ أنا عندي ماجنيت بعمله أبروتشينج للكويل على طول يتولد إلكتريسيتي والدليل بص على الصورة معايا هتلاقي البيينتر ديفلكتد ده معنى أني فيه إلكتريسيتي تولدت في السيركيت طب يلا ناخد الصورة اللي وراها الصورة اللي وراها العكس تعالي بصيلي كده الماجنيت بعمله ويزدرو ما معنى كلمة ويزدرو يعني موفينج أواي يعني ممكن أعمل أبروتشينج أو أعمل ويزدروينج أبروتشينج أو ويزدروينج الكويل أهو والماجنيت أهو في الوقت أن يتحرك الكويل أو يزدروينج الماجنيت من الكويل ويزدروينج من الكويل في هذه المدرسة ما سيحدث؟ أن الإلكتريسيتي سيكون يتحرك في الكويل ويكون يتحرك الوضع الوضع سيكون يتحرك